السلام عليكم كيف ديري لبس اليكم تمنى تكونوا بخير بصحة جيدة كيف غادين مع الدراسة كيف في امان الله مرحبا بكم معي فيديو جديد ولكن مشيكو جديد هدا تتم ديال الدرس ديال المعادلات والمتراجحات مستوى تالت اعدادي تالت اعدادي دونك هدل الجزء الرابع من الفيديو او الجزء الخامس دي هو المتراجحات المتراجحات من الدرجة الاولى بمجهول واحد dessesалиو جديد seperti الجزء مع الجزء لذي لا نعرفوش او بو اكس اعداد حقيقية يعني عندنا مثلا او بو اكس كل اعداد حقيقية كل متفاوتة على شكل أي حاجة مشهودك تسمى متفاوتة اس زائد بي اكبر قطعا من صفر او اكس زائد بي اكبر او تساوي صفر او اكس زائد بي اصغر قطعا من صفر او اكس زائد بي اصغر او تساوي صفر هذي كلها كتسمى متفاوتات كتسموا متراجحات من الدرجة الاولى بمجهول واحد هو اكس هذا المجهول هذا هو اكس دونك انك نقلب على الحروض لهذه المتراجحة يعني نقلب على القيمة دي الا اكس دونك امثلة المتفاوتات مثلا اثنان اكس زائد خمسة اصغر قطعا من صفر هي متراجحة من الدرجة الاولى بمجهول واحد اكس جدر مربع اثنان اكس ناقص خمسة اكبر قطعا من صفر واحد اعلى اثنان اكس ناقص 11 اصغر او تساوي صفر وثلاثة اكس زائد ثلاثة هذو كلهم متفاوتات وكلهم متراجحات من الدرجة الاولى بمجهول واحد هو اكس ده بل حل هاد المتراجحة باش نحل هاد المتراجح كيفاش غادي ندير حل المتراجحة AX زائد B أصغر أو تساوي 0 يعني أن AX صغر أو تساوي من ناقص B هذه المتراجحة كتوية لدي شكل هذا الكتاب لدي شكل هاك إلا كانت A أكبر قطعا من 0 فإن الحل شنو غيكون X كتكون أصغر أو تساوي ناقص B على A يعني كالقوا X أصغر أو تساوي ناقص B على A مني كالقوا هاد الحل هاد الحل كيكون في مجموعة عبارة عن مجموعة كيكون داخل مجموعة الناقص لان فيني ناقص B على A دي مجموعة الحلول دي المتراجحة إلا كانت ذا بعدنا متراجحة نيت على شكل AX أصغر أو تساوي ناقص B وكانت عندنا A أصغر قطعا من 0 إذا الحل X غيكون أكبر أو تساوي ناقص B على A ومجموعة حلول دي المتراجحة غتكون هاي هي المجموعة ديالها يعني هاد ناقص B على A غتكون داخل المجموعة زائد لان فيني يعني من ناقص بي على احتل بيس لان فيني كلها مجل حلول هاد المتراجحة دابا يلا كانت عدنا هاد المتراجحة على شكل ا ايكس اصغر او تسوي ناقص بي ولكن عدنا ا تساوي الصفر فهد الحالة اما بي غيكون اكبر قطعا من صفر او بي غيكون اصغر او يساوي الصفر إلا كان بي اكبر قطعا من صفر إذا مجموعة فارغة ليس لها حل مكنش عندها حل هذا في حالتي إلا كان بي اكبر قطعا من صفر وإلا كانت بي اصغر او تساوي صفر يعني عدنا ا كتساوي صفر يعني هاد ا هادي كتساوي الصفر وهاد بي هادي اصغر او تساوي صفر مجموعة الاعداد الحقيقية هي حل المتراجحة نمر الآن الاول تمريع استبيقي باشغد فهمهم زيان إذن تمري الأول حل المتراجحات التالية عندنا المتراجحة الأولى هي 7 زائد 3 عامل X ناقص 2 أكبر أو تساوي 4 عامل 2 ناقص 3X المتراجحة الثانية 11 ناقص 3 عامل 1 زائد 5X ناقص 4 عامل X زائد 3 أكبر قطعاً من صفر المتراجحة الثالثة X زائد 2 عامل X ناقص 5 أصغر أو تساوي 3X اول متراجحة هي سبعة زائد ثلاثة عملي اكس ناقص اثنان اكبر او تساوي اربعة عملي اثنان ناقص ثلاثة اكس سبعة زائد ثلاثة عملي اكس ناقص اثنان اكبر او تساوي اربعة عملي اثنان ناقص ثلاثة اكس يعني يعني شنو هي سبعة وغنشر هذه ثلاثة في اكس زائد ثلاثة اكس وغندر ثلاثة في ناقص اثنان هي ناقص ستة اكبر او تساوي او تلغنشر هنا اربعة في اثنان هي تمانية وغندر ربعة وثانية ربعة في ناقص ثلاثة اكس هي ناقص اثنان عشرة اكس داكو اي دونك هي ثلاثة اكس زائد واحد على الزائد واحد انا سبعة ناقص ستة هي زائد واحد دي ما كان نخذ اشارة الكبيرة عندنا هنا ناقص سوعدنا سبعة سبعة لحي يتملنا ستة تبقى واحد اكبر او تساوي تمانية ناقص اثنى عشر اكس دونك ده بغا نحاول نكتب لي فيهم اكس في جهة ولما فيهمش اكس في جهة الاخرى دونك ثلاثة اكس هاد ناقص اتنا عشر غنحول هالجهة الاخرى غنحول الى الجهة الاخرى اشنا غد adolesي زائد اتنا عشرة اكس اكبر او تساوي تمانية ناقص واحد تلاتة اكس زائد اتنا عشرة اكس هي خمسة عشرة اكس اكبر او تساوي سبعة اذا اكس اكبر او تساوي سبعة على خمسة عشر دونك اكس étéنا أكبر او تساوي 7 على 15 بان اكس اكبر او تساوي 7 على 15 ونكتب الجبنة ديالي اذا حلول متراجحة حلول متراجحة ونكتب المتراجحة لديه سبعة زائد ثلاثة عامل لإكس ناقص اتنان اكبر او تساوي اربعة عامل لاثنان ناقص ثلاثة اكس هي الاعداد هي الاعداد اكس بحيث اكس عدنا اكبر او تساوي سبا على خمسة عشر ومجموع ومجموعة ومجموعة حلول هذه المتراجحة هذه المتراجحة هي وغنديرها في التمثيل دونك عندنا سبعة على خمستاش مثلا هي هنا نحط هنا دونك من سبعة على خمستاش وهنشطب هاد البرتية كاملة كلها حلول دير هاد المتراجحة مفهم لان سبعة على خمستاش داخلة لان هاي الحلول ديالها المجموع الحلول من هنا سبعة على خمسة عشر زائد ما لنهاية هدهما الحلول مفهم حتي في القاعدة كتقول لنا انذكركم بالقاعدة هاي لها نسعدنا اكس كبر او تساوي من ناقص بعلاءة هاي احنا لقناها اكس كبر من سبعة على خمستاش دونك مجموعة الحلول غتكون هي دك ناقص بعلاء احنا نلقينا ناقص بعلاء يصب على خمستاش دونك داخلة في المجموعة زائد لانفين زائد ما لا نهاية نمر الآن متراجحة رقم اثنان اذا المتراجحة رقم اثنان هي احدى عشر ناقص ثلاثة عامل لواحد زايد خمسة اكس ناقص اربعة عامل اكس زايد ثلاثة اكبر قطعا من سفر ناقص ثلاثة عامل لواحد زائد خمسة اكس ناقص اربعة عامل لأكس زايد ثلاثة اكبر قطعا من سفر يعني هاد كتاب اشنو كتعيني او تكافئ وسافي غادي نشرب يعني غادي نوسع هاد كتاب غنحيل الاقواص مي كنقول نشرب غنحيل الاقواص يعني غمضا نضرب اعداد في اعداد واعداد في اكس نوك غنضرب ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة وغنضرب ناقص ثلاثة في خمسة اكس ناقص في الزايد هي ناقص خمسة عشر اكس كذلك عودتاني غنضرب ناقص ربعة في اكس هي ناقص اربعة اكس وغنضرب ناقص ربعة في ثلاثة هي ناقص اثنى عشر اكبر قطعا من سفر اي 11 ناقص ثلاثة هي تمانية ناقص خمسة عشر اكس ناقص اربعة اكس ناقص اتنا عشر اكبر قطعا من سفر. تكافئ تكافئ تمانية ناقص خمسة عشر ناقص اربعة هي ناقص تسعة عشر اكس ناقص اتنا عشر اكبر قطعا من سفر. هي ناقص تسعة عشر اكس تمانية ناقص اتنا عشر هي ناقص اربعة اكبر قطعا من صفر. نحول ناقص تسعة عشرة اكس اكبر قطعا من اربعة اذا اشنو كتساوي هاد ناقص هادي اقول لي اصغر كان اكبر اقول لي اصغر هي ناقص اربعة على تسعة عشر. اذا اكس هي اصغر من اصغر قطعا من ناقص اربعة على تسعة عشرة. ونكتب الجملة الشهيرة اللي كنت نكتبه. اذا حلول متراجحة حلول المتراجحة. ونكتب متراجحة ديالي هي احدى عشر ناقص ثلاثة عامل لواحد زائد خمسة اكس ناقص اربعة عامل لكز زائد ثلاثة اكبر قطعا من صفر هي الاعداد اكس بحيث بحيث اكس اصغر قطعا من ناقص اربعة على تسعة عشر. ومجموعة حلول ومجموعة حلول هذه المتراجحة هي ونكتب الحلول ديالي هي موانا فيني ناقص اربعة على تسعة عشر. ونمثل على المستقيم مجموعة الحلول. عندنا ناقص ربعة على تسعة عشر7 مداخله استعمالها حلول면 اوانا متراجحة رقم ثلاثة. اذا متراجحة رقم ثلاثة هي اكس زائد اثنان عامل اكس ناقص خمسة اصغر او تساوي ثلاثة اكس. نحل هذه المتراجحة. اول حاجة نقول لدينا اكس زائد اثنان عامل ل اكس ناقص خمسة اصغر او تساوي ثلاثة اكس. اي يعني. اول حاجة ندرك نحيل الاقوات يعني نضرب جوج في اكس ونضرب جوج في ناقص خمسة. داكو. دونك عندي اكس زائد اثنان في اكس هي اثنان اكس. واثنان في ناقص خمسة هي ناقص عشرة. اصغر او تساوي ثلاثة اكس. اي اكس ثلاثة اكس زائد اثنان اكس دونك تصغر او اكس اخوート شجاة ا ведь. تكافر. او اanntصان اكس اي او تكافئ. نكتب تكافئ. دونك تلات اكس هادي تلات اكس الى حوال تشجأة الاخرى. هذه تلات ايكس اللي اجبتها لهنا هي اصلي اشارة الها زائد. لاجبت هذا الشجال اخرى ع CAT workspace. انا غيرت البلاست ديالها كتغير اشارة ديالها المفهم؟ اصغر او تساوي. هكذا ناقص اش вместе مشتجال اخرى اشنغة تولي اه اشنغة تولي زائد عشرة. لان ثلاثة اكس ناقص ثلاثة اكس هي صفر اكس. اصغر او تساوي عشرة. هات الصفر اكس يعني ارا هي صفر. الصفر يعني الصفر اصغر او تساوي عشرة. اذا مني خرجت لنا صفر اكس اصغر او تساوي عشرة. اذا جميع الاعداد الحقيقية هي حلول متراجحة. هي حلول المتراجحة. هنا متراجحة اكس زائد اثنان عامل ل اكس ناقص خمسة اصغر او تساوي ثلاثة اكس. ومجموعة ومجموعة حلول هذه المتراجحة. المتراجحة هي مجموعة اعداد حقيقية. هي مجموعة الاعداد الحقيقية. نفهم؟ نمر الان تمرين رقم اثنان. اذا تميل رقم اثنان. حل كل متراجحة من المتراجحات التالية. يعني اغلقوه حل كل مرتاجحة. المتراجحة الاولى هي اربعة عامل ل اكس زائد ثلاثة. ناقص اثنان عامل ل اكس زائد واحد. اكبر او تساوي اثنان اكس زائد عشرة. المتراجحة التانية. ناقص ثلاثة اكس زائد اصغر قطعة من اثنان عمل لناقص اكس زائد سبعة ناقص اكس ناقص خمسة عشر المترجحة الثالثة تلاتة عمل لاثنان اكس ناقص واحد زائد خمسة عمل لناقص اكس زائد ثلاثة اكبر او تساوي ناقص ثلاثة اكس زائد اربع نحاول نمر المترجحة رقم واحد لدينا نكتب المترجحة الاولى اربعة عمل لاثنان زائد ثلاثة ناقص اثنان عمل لاثنان زائد واحد اكبر او تساوي اثنان اكس زائد عشرة يعني هالشي شنو كيعني وانشر يعني الكتابة كافي يعني هالشنو عقيمة نو غضي نشر اربعة في اكس واربعة في ثلاثة فهم دونك تقولي عندي هي اربعة اكس زائد اثنى عشر ناقص اثنان في اكس ناقص اثنان اكس وناقص اثنان في زائد واحد هي ناقص اثنان اكبر او تساوي اثنان اكس زائد عشرة دونك هي شحالة عندنا هنا ايه دونك بنا اربعة في اكس واربعة في ثلاثة هي اثنى عشر دونك اربع اكس ناقص اثنان اكس هي اثنان اكس واثنى عشر ناقص اثنان هي زائد عشرة اكبر او تساوي اثنان اكس زائد عشرة دونك الى حول اثنان اكس جا خرغتولي ناقص اثنان اكس والخرغتولي عشرة ناقص عشرة دونك هي صفر اكس اكبر او تساوي صفر اه في هذه الحالة من خرجتنا صفر اكس اكبر او تساوي صفر اذا نستنتج ان جميع الاعداد الحقيقية حلول هذه المتراجحة وغادي نكتب اذا نستنتج ان جميع الاعداد الحقيقية حلول لهذه المتراجحة مفهوم لان اعطتنا صفر اكس اكبر او تساوي صفر نمر الان متراجحة رقم اثنان اذا المتراجحة رقم اثنان هي ناقص ثلاثة اكس زائد خمسة اصغر قطعا من اثنان عامل لناقص اكس زائد سبعة ناقص اكس ناقص خمسة عشر لدينا دوف الحل لدينا نكتب المتراجحة اللي عندي ناقص ثلاثة اكس زائد خمسة اصغر قطعا من اثنان عامل لناقص اكس زائد سبعة ناقص اكس ناقص خمسة عشر يعني يعني هالكتابة اشنو كسعني اشنو غلقه نك هي ناقص ثلاثة اكس زائد خمسة اصغر قطعا وغمضة اثنان في ناقص اكس هي ناقص اثنان اكس اثنان في سبعة هي اربعة عشر ناقذ خمسة عشر اصغر قطعا من ناقص ثلاثة اكس ناقص واحد جدينا نحاول اللي فيهم ايكس في جهة بوحدهم ولما فيهم شاية بوحدهم. طبقا هي ناقص ثلاثة ايكس. هذه غفتشجزجال قررتولي زائد تلاتة ايكس وهذا خمسة غفتشجال قررتولي ناقص خمسة هي ناقص واحد ناقص خمسة. اذا هي صفر ايكس اصغر من ناقص ستة. شنو عتمتنا? اذا هي صفر ايكس اي تكافئ. اذا من قطعتنا صفر ايكس اصغر قطعة من ستة? ما يمكنش. ما كيش يسي عداز ايكس غدي يكون صغر من ناقص ستة. ضمن اصغر قطعة من ناقص ستة. اذا هالشي الكتابة مستحيلة وهذا غير ممكن. وهذا غير ممكن. اذا المتراجحة المتراجحة ونكتب المتراجحة ديالي ناقص ثلاثة ايكس زائد خمسة اصغر قطعا من اتنان عامل لناقص ايكس زائد سبعة ناقص ايكس ناقص خمسة عشر ليس لها حل ليس لها حل ومجموعة حلولها ومجموعة حلولها حلولها فارغة لان عطتنا صفر ايكس اصغر من ناقص اصغر قطعة من ناقص ستة. اذا انا متراجحة رقم ثلاثة من الثمانية الاثنان هي ناقص اربعة عامل لناقص ايكس زائد اثنان زائد ستة ايكس ناقص خمسة اكبر او تساوي ناقص سبع ايكس زائد تسعة. لدينا متراجحة ديالي ناقص اربعة عامل لناقص ايكس زائد ستة ايكس ناقص خمسة اكبر او تساوي ناقص سبع ايكس زائد تسعة يعني من دل نشر دي يعني نحيل اقوى ندل نبص الكتابة ديالي ناقص اربعة في ناقص ايكس هي زائد اربعة ايكس ناقص اربعة في اتنان هي ناقص سمانية زائد ستة ايكس ناقص خمسة اكبر او تساوي ناقص سبع ايكس زائد تسعة اي اربع ايكس زائد ستة ايكس هي عشرة ايكس ناقص سمانية ناقص خمسة هي ناقص ثلاثة عشر اكبر او تساوي ناقص سبع ايكس زائد تسع ولا دونك دبا غنكتب لي فيهم ايكس جاب بوحدهم ولما فيهمش ايكس جاب بوحدهم دونك هي تصبح عشرة ايكس دي غنحول الجال خورة غتولي زائد سبع ايكس اكبر او تساوي 9 وه Zero 4 خورة غنحولي زائد 13 عشرة ايكس زائد سبع ايكس هي سبعة عشرة ايكس اكبر او تساوي 9 زائد ثلاثة عشر هي اثناني وعشرون دونك ايكس اشنو كتساوي اكبر او تساوي هي اثناني وعشرون على سبعة ولا دونك الحلول انا اكتب لجملة ديالي حلول المتراجحة حلول المتراجحة نكتب متراجحة ديالي ناقص اربعة عام لناقص اكس زائد اتنان زائد ستة اكس ناقص خمسة اكبر او تساوي ناقص سبع اكس زائد تسعة هي هي الاعداد اكس هي الاعداد اكس بحيث اكس اكبر او تساوي اتنان وعشرون على سبعة ومجموعة حلولها دونك اتنان وعشرون على سبعة ومجموعة حلولها ومجموعة حلولها هي اتنان وعشرون على سبعة زائد ما لا نهاية. لنك لا بغيت نمثلها وهي مثلا هنا اتنين وعشرين على سبعة هاد الاعداد كلهم من اتنين وعشرين على سبعة حتى ما لا نهاية كلها حلول هاد المتراجحة نمر الان تمرين رقم ثلاثة اذا تمير رقم ثلاثة حل المتراجحات التالية عدنا جوج متراجحات المتراجحة رقم واحد هي اكس ناقص تسعة على اربعة زائد ثلاثة اكس زائد اتنان على تمانية اصغر او تساوي خمسة اكس ناقص سبعة على اتنى عشر ومتراجحة رقم اتنين هي اربعة عشر ناقص اتنان اكس على سبعة ناقص اتنين اكس زائد ثلاثة على تمانية وعشرون ناقص اتنان اكس زائد ثلاثة على تمانية وعشرون اصغر قطعا من اكس ناقص ستة على اربعة عشر. نبدأ لبركتي الله من مترجحة رقم واحد. الحل. لدينا مترجحة ديالي اكس ناقص تسعة على اربعة زائد ثلاثة اكس زائد اتنان على تمانية اصغر قط اصغر او تساوي من خمسة اكس ناقص سبعة على اتنى عشر. اول حاجة كتلاحظو شناية انهم ما عندهمش نفس المقام. ما عندهمش نفس المقام. يعني غنحاول نوحد المقام. فنظركم شنو غيكون مقام واحد. عدنا ربعة وعدنا ثمانية وعدنا اتناش. شنا هو العامل مشترك او مضاعف مشترك ما بين هادة ربعة وثمانية واثناش. هو اربعة وعشرين. لك المقام غيكون هو اربعة وعشرين. دونك. فاش غنضرب ربعة بشت القاة عبلا وعشرين. ربعة غنضربها الستة. دونك حصل معه. بس غندربه في ستة. ستة في اكس ناقص تسعة. زائد. تمانية فاش غنضربها بشت القاة عربا وعشرين هي تمانية في تلاتة. دونك حتل فق غنضربه في تلاتة. ولا تلاتة في تلاتة اكس. زائد اتنان اصغر او تساوي اتنى عشر فاش غنضربها باش لقاربعة واشترين اتناش غنضربها في جوج. دونك حتى خمسة ايكس غنضربها في اتنان. خمسة ايكس ناقص سبع. دونك اتنان في هنا ركت عني الضرب. وهنا ركت عني الضرب. ولا. ناقص سبع. دونك اتولي عدي هي ستة ايكس. وندا نشر. ناقص دونك ستة في ايكس هي ستة ايكس. ستة في تسعة هي اربعة وخمسون على اربعة وعشرون. زائد. تلاتة في تلاتة ايكس هي تسعة ايكس. وتلاتة في اتنان هي ستة. دونك على اربعة وعشرون. اصغر او تساوي اتنان في خمسة ايكس هي عشرة ايكس. واثنان في ناقص سبع هي ناقص اربعة عشر على اربعة وعشرون. وما دم عندي نفس المقام غنتخلص من المقام. غتبقى عندي هي ستة اكس ناقص اربعة وخمسون زائد تسعة اكس زائد ستة اصغر او تساوي عشرة اكس ناقص اربعة عشر. كما العادة غنحاول فيهم اكس بجهة بوحدهم ولي ما فيهمش اكس بجهة بجهة اخرى. انا كنقول مني كنفغي نشرح للكلام دي كنقول لهم تخيلوا بان اللي فيهم اكس وما جمهور دي الراجة. هون لي ما فيهمش اكس وما جمهور دي الويداد. عمروا ما كيتلاقوا ما كيبقواش بلاسة واحدة خسنين فرقهم ايات. ناقص اربعة اكس زائد تسعة اكس مدعش ريسان دي جيل خرات ولي ناقص عشرة اكس. اصغر او تساوي. انا ديجا عندي ناقص ربعتاش. وهد ناقص ربعة وخمسة ربعة وخمسة ستحول جيل خرات ولي زائد ربعة وخمسين. وهد زائد ستة ونحول الجيل خرات ولي ناقص ستة. ستة اكس زائد تسعة اكس هي خمسة عشرة اكس ناقص عشرة اكس. اصغر او تساوي ناقص اربعة عشر زائد اربعة وخمسون ناقص ستة هي اربعة وثلاثون. وgsوس. لان اربعة وخمسين لحيت منها. يعني محيت منها هي عشرة. هتبقى هي أربعة وربعين. حيت منا ربعة ما هتبقى هي خمسين وخمسين ناقص ستة هي اربعة وثلاثون. واربعين ناقص هيا عربعة وثلاثين. دونك اربعة وخمسين لحية تمنا عشرة. نحيط منار شوية شوية. ربعة وخمسين مناربعة هي خمسين. وخمسين ناقص منها. بخضون هي ربعين. وربعين ناقصها هي با اربعة وثلاثين. دمك حمستاش اكس ناقص عشرة اكس. هي خمسة ايكس. اصغر او تساوي اربعة وثلاثون. ما قلنا سدينا يعني يعني هنا اي تكافئ اي اذا اذا اصغر او تساوي قلنا اي حاجة في را كتولي قسمة دونك هاد خمسة را مضربة في ايكس. دونك انا عندي اي خمسة درب. اذا تحولت الجهة الاخرى هتولي يعني غنقسم عليها. هنا كنت كان ضرب خمسة مني غنحول الجهة الاخرى غنقسم على خمسة. اذا حلول متراجحة حلول المتراجحة رقم واحد بلا نكتبها هي الاعداد سوى تسميها وبتكتبها ليه بغيتي هي الاعداد اكس بحيث اكس اصغر او تساوي اربعة وثلاثون على خمسة ومجموعة حلول هذه المتراجحة هي من دي المجموعة يناقص لانفيني مانا نهاية واربعة وثلاثون على خمسة داخلة لان اصغر او تساوي. نمتل من مانا فيني هاي احنا جاي من مانا فيني حتى الربعة وثلاثون على خمسة هي مجموعة مجموعة حلول هذه المتراجحة. نشوفوا مزيان نمر الان المتراجحة ما يمكن توقفوا الفيديو واخدوا التصحيح بشكل مقادبة مزيان. نمر الان متراجحة رقم اثنان من التمرين رقم ثلاثة والمتراجحة الاخيرة في هذا الفيديو. لدينا المتراجحة رقم اثنان من التمرين رقم ثلاثة. اربعة عشر ناقص اثنان اكس على سبعة ناقص اثنان اكس زي الثلاثة على ثمانية وعشرون اصغر قطعا من اكس ناقص ستة على اربعة عشر. نحل هذه المتراجحة. هنكتب لدينا نقص اثنان اكس على سبعة ناقص اثنان اكس زي الثلاثة على ثمانية وعشرون اصغر قطعا من اكس ناقص ستة على اربعة عشر. اشنو كتلاحظو? لكن مخرر قطعا. لان ماشي يكون في ان TaeX لانا نحاول كتلاحظو بها مقام ن réal한 الح realized that the price of tutti is the Alemah and the coronavown وهو مقام الموحد. ثم اخر. هنضرب سبعة ومكس من سرعة وغصائل سنضرب سبعة واتنظرب سبعة واربعة, في اrando ان العون i six, такberg. سنضرب على ك Room. لو اضرب المقام غير صريح اليمر قطعا من كتسبة وهو ليس نحضر ايضا. ش bom com 31 goal. يجني ترى صحوا haste megan. كنت بالمك sangat المقام دربته في جوج تلبصي يقول لا وتنضربني في جوج. عاقله على غير مثال ولكن باش تعاقله. المقام دربته في واحد وتنضربني في واحد. انا وياه بحال بحال. ادري مجرد. اه دونك اه قلنا بانا غنضربه. ناتي غمضة سبعة في ولا في اربعة. دونك حتى اربعة عشر ناقص اتناني اكس سي غنضربه في اربعة. ولا ناقص دونك سمانية وعشرين لاني جاية سمانية وعشرين ما نقربش لها. يعني اول مقام اللي باغا انا غنخليها بحالكة. اصغر قطعا من اربعتاش فاش غنضرب اربعتاش دونك ربعتاش غنضربه في جوج باش لقات سمانية وعشرين. دونك حتى البس غنضربه في جوج دونك اتناني في اكس ناقص ستة. نكون بدل النشر ديالي. اربعة في اربعة عشر هي ستة وخمسون. واربعة في ناقص اتناني اكس هي ناقص ثمانية اكس على تمانية وعشرون. ناقص اتناني اكس زائد ثلاثة على تمانية وعشرون. اصغر قطعا من اتناني في اكس هي اتناني اكس. وهي اتناني في اكس هي اتناني اكس واثناني في ناقص ستة هي ناقص اتنى عشر على تمانية وعشرون. اتخلص من المقام اللي انا عندي نفس المقام. نقص اللي عندي هي ستة وخمسون ناقص ثمانية اكس ناقص اتناني اكس. فاغنو هنا يا رخنو من اقواص ناقص ثلاثة ولا احجيش ناقص مني غانشره هنا مني غاندخلها رغتولي ناقص اكس ناقص ثلاثة. اصغر قطعا من اتناني اكس ناقص اتنى عشر. نوق اول حاجة كان اهتمامي هو نوحد المقام من وحد المقام نخص ننشر. بني انشاء بتبصد الكتابة دلك هنا هاد ناقص هنا هاد ناقص مني كدخول على اتنان هي ناقص اتناني اكس ومني اقدخول على تلاتة هي ناقص ثلاثة. مش مفهوم? دونك غتقولي عندي هي ستة وخمسون ناقص سمان ايكس يا ناقص عشرة ايكس. يعني ناقص سمان ايكس ناقص اتنان ايكس يا ناقص عشرة ايكس ناقص ثلاثة. اصغر قطعا من اتنان ايكس ناقص اتنا عشر. دونك ستة وخمسون ناقص ثلاثة هي تلاتة وخمسون ناقص اذا ستة وخمسون ناقص ثلاثة هي تلاتة وخمسون ناقص عشرة ايكس. اصغر قطعا من اثنان اكس ناقص اثنى عشر تكمل عادة اللي فيم اكس في جهة وبوحدهم ولما بني اكس في جهة اخرض ناقص عشرة اكس ناقصenario المشاة الجيال خورة غتولي ناقص ناقص اتنين اكس اصغر قطعا من ناقص اتنا عشر ناقص ثلاثة وخمسون. هنا ناقص عشرة ناقص اتنان هي ناقص اتنا عشرة اكس اصغر قطعا من اذا ناقص اتنا عشر ناقص ثلاثة وخمسون هي ناقص خمسة وستون هنا را عدي ايه اتناقص اتنا عشرة في اكس اصغر قطعا من ناقص خمسة وستون شنو قلنا اي حاجة فيك تولي قسمة يعني هاد نضربه في تناش اللي حولت للجاة الخرية غنقسم على تناش دونك هي ايكس اصغر قطعا من ناقص خمسة وستون على ناقص اتنا عشر انا باش نتخلص من هاد ناقص هاد ايكس غاني نقلب الرمز يعني ردربتو في ناقص يعني غاني نقلب الرمز هتولي تكافي ايكس اكبر قطعا من خمسة وستون على اتنا عشر اذا حلول متراجحة اذا حلول المتراجحة رقم اتنان نسميها رقم اتنان اذا نكسبها دي بغيت هي اصلا طويلة دونكم الاحسن نسميها اذا حلول متراجحة رقم اتنان هي الاعداد اكس بحيث اكس اصغر قطعا من تغضو مش اصغر قطعا بحيث اكس اكبر قطعا من خمسة وستون على اتنا عشر ومجموعة حلول هذه المتراجحة هيia خمسة وستون على اتنا عشر زائد ما لا نهاية نك خمسة وستين على اتناش داخلات نك من خمسة وستين على اتناش المتراجحة وايمانة هنا comes five وستون على اتنا عشر حتى البلوس لان فيني. ولا. اكملنا الدرس اليوم اللي هو درس معادلة المترجحات. شفنا تماريش طبيقية. اتمنى تكونوا فهمتون زيان. خليتكم على خير. في امان الله. السلام عليكم.